السلام عليكم و أهلاً و سهلاً بكم في برنامتكم زعفران و فانيلا النهاردة وصفاتنا زي ما طلبتوا كلها لايت حنعمل كل الوصفات اللي احنا متعودين ناكلها و بنخاف و احنا بنأكلها و بنحس تانيب ضمير لأنها بتبقى تقيلة و كلها دسم حنعملها بطريقة خفيفة جداً 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 و حنأكلها و ضمرنا مرتاح أول حاجة حنعملها هي البشمال والبشمال ده طبعاً أكلة بتدخل في وصفات كتير جداً معانا فاحنا هنعمل النهاردة البشمال و منه انتوا بقى بتاخدوا وتعملوا الوصفات اللي بتريحكم فحنبتدي الأول بالوصفة بتاعتنا اللي هي البشمال اللايت ده هنستعمله أربع كبيات لبن خالي الدسم و هنستعمل أربع معالق دقيق و هنستعمل نص معلقة أو معلقة صغيرة من الزبدة بس نحن عارفين علشان نستعمل نعمل البشمال اللي احنا بناكله العادي بيبقى كل كباية لبن بنحط لها معلقة دقيق و بنحط لها معلقة زبدة أو سمنة احنا النهاردة هنعمل كل الوصفة بتاعتنا دي بس بمعلقة صغيرة من الزبدة ازاي هقول لكم هناخد اللبن اللي عندنا اللي هو خالي الدسم و هناخد الخلاط بتاعنا هنحط شوية لبن فيه تقريبا نقول مثلا كبايتين ناخد نص الكمية تقريبا نحطها و هاخد الدقيق اللي عندي اللي احنا قلنا كل كباية دقيق عليها كل كباية لبن عليها كباية معلقة دقيق فبالتالي احنا هنعوز اربع معالق من الدقيق للكمية بتاعتنا و هنخلط الكلام ده كله في الخلاط كده اتخلط عندي الدقيق واللبن كويس باخد اللبن الباقي بقى اللي هو ما فيوش حاجة خالص لسادة بحطه على النار هحط معاها طبعا شوية ملح في ناس كتير بتقول ان اللي دي لازم يتحمص عايزين تحمصو حمصو بس انا بصراحة لما جربت الطريقة دي حطيت شوية رشت فلفل اسود ممكن تحطو فلفل ابيض بس انا بحب لون الفلفل الاسود وهو عايم كده في اللبن بيبقى شكله مشاهي زي ما قلتلكو في ناس بتقول ان الدقيق بيبقى طعمه لازم يتحمر الاول مع السمنة مش مظبوط الكلام ده خالص واللي حابب يعمل غير كده ممكن يحط الدقيق على النار لوحده خالص يحمصو المدة دقيقة وبعدين يحطو في الخلاط زي ما احنا عملنا دلوقتي بس انا حبيت الطريقة دي وهو كده ابيض اكتر من لما حطيتو يتحمص الحمص وطبعا في الاخر انتو خرين حسب الزوء هي الفكرة كلها اني اوريكو ازاي ممكن ناكل البشمال يعني بطريقة لايت خالص هي انا ما بحبش الرجيم طول عمري ما بحبش الرجيم وعمري ما عرفت امشي على الرجيم ومهما انتخنت بعرفش امشي على الرجيم بس بقدر اغير من اللايف ستايل اللي انا بالطريقة اللي انا باكلها يعني بدل ما اكل زي ما قلتلكو اللبن يبقى كامل الدسم وبدل ما حط جبنة كتير وبدل ما حط اربع معالق زبدة واربع معالق سامنة كل الحاجات دي بقللها وفي نفس الوقت بروح باكل كميات اقل بس ما باكلش الرجيم خالص لانه صراحة انا بشوف ان الاكل ده نعمة من نعم ربنا علينا وبشوف ان الاكل ده متعة والريجيم ده تعزيب عشان كده انا بحب اكل الحاجات اللي انا بحبها كلها بطريقة لطيفة في نفس الوقت بينزل وزني وما بتعزبش وباكل انا مش حباها طيب هنحط دلوقتي اللبن بتاعنا اللي بالدقيق هنا ده بقى البشامال بتاعنا الخفيف جدا 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 ما فيش اي تقنيب ضمير هنحس بيه وإحنا بنكله وفي نفس الوقت بقى تقدروا تعملوا بيه مكارونا بشامال المكارونا حتى لو تحبوا تقدروا تستعملوا المكارونا اللي بتزقيق الاصمر لو برضو مش عايزين المكارونا العادية تقدروا تعملوا خضار بالبشامال بقى طبق لايت وصحي كمان فهو ده يعني قعدة لأكلات تانية كتير بنقدر ان احنا ناكلها هحط معاه شواء رشة من جسط الطيب كتير هتفرق في الطعم ودلوقتي حفظة لقلبه لغاية ما يبتدي يغلي وقوامه يدخل معايا وبيبقى جاهز ان احنا نعمل وصفتنا التانية برضو اللي هي المسقعة اللايت فحنتلع دلوقتي فاصل وحنرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقية وصفتنا نشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله اهلا وسهلا بكم رجعنا لكم تاني بعد الفاصل دلوقتي حيبتدي البشمال عندنا يغلي فزي ما قلنا هناخد له معلقة صغيرة بس لو مش عايزين تحطه خالص ما تحطوش بس كده هاخد معلقة صغيرة جدا من الزبدة هحطه بس خلاص هو كده بقى عندنا بشمال خالي من تقنيب الضمير دلوقتي هنعمل بالبشمال اللي عملنا ده هنعمل وصفة كمان كلنا منحبها بس برضو بتبقى دسمة هنعملها النهاردة برضو بطريقة خفيفة خالص هنعمل مسقعة بالبشمال مسقعة بالبشمال علشان نعملها عايزين البشمال اللايت بتاعنا وعايزين لحمة مفرومة لحمة مفرومة هنطلبها تكون لحمة حمرة يعني هنخلي الجزار يعني اللي يفروم لنا لحمة تكون حمرة ما فيهاش دسم وعايزين بصل وتوم وعايزين صلصة وعايزين ملح وفلفل ورشة بهارات وعايزين جبنا تشادر قليلة الدسم يعني هناخد بس نص كباية هنوزحها على كل البايركس اللي عندنا وتكون قليلة الدسم البتنجان اللي عندنا أنا دهنته بس بشوية زيت زتون وعملناه شوناف الشواية بس شوية زيت زتون مش اكتر بس رشة دهنة كده عليها خفيفة او بندهن الشواية بزيت زتون وبنحطها اولا بتطلع المساقعة طعمة لصيف جدا لان فيها طعم البتنجان مشوي بيبقى طعم مميز كده بيدي نكهة دخنة كده في المساقعة بتاعتنا وبتطلع خفيفة خالص وبردو خالية من تقنيب الضمير طيب اول حاجة هنعملها عايزين في طريقة بيتعامل بيها اللحمة المفرومة والبصل بس انا بصراحة ما بحبهاش بس هقولكوا عليها عشان لو انتوا حابين تعملوها بيتحط اللحمة والبصل على النار وبيتقلبوا من غير اي دسم بس انا بصراحة ما بحبهاش قوي فانا هستعمل برضو معلقة صغيرة من الزيت يعني يا دوب معلقة يا دوب بس معلقة كبيرة معلاش معلقة كبيرة من الزيت وبس هو ده هيكون كل دسم اللي في الاكلة بتاعت يعني كل الاكلة دي ما فيهاش غير معلقة صغيرة زبدة ومعلقة كبيرة زيت فقط لا غير طيب نحط دلوقتي البصل هنعصج اللحمة عادي خالص وعندنا البشامال خلص خلاص تمام كده نحط التوم بنقدر نحط مع اللحمة شوية رحان أو نحط بقدونس لو تحبه كل الحاجات دي بتدي طعم حلو برضو نحط اللحمة المفهومة اللي عندنا وزي ما قلنا بنطلب اللحمة المفهومة تكون لحمة حمره طريقة البشامال دي أنا بحبها طريقة البشامال دي أنا بحبها إنما لما بعمل أنا الطريقة دي أنا اللي بحكم الدسم اللي بحطه في اللبن والدقيق مش هو اللي بيتحكم فيه أحط قد دقيق دسم هنحط بقى شوية ملح وشوية فلفل وشوية فلفل شوية جسط تطيب شوية بهرات شوية شوية بس هنستناها لغاية ما تتعصق شوية وبعدين هنحط لها الصلصة اللي عندنا ونسيبها بقى تتسبك شوية طبعا مش هحط لها خل والكلام ده لأن دي مسقعة بالبشامال لو عملناها من غير البشامال بنقدر بقى نحط لها المسقعة الخل اللي احنا بنحطه فيها دي شوية قريبة للمساكة اليونانية نحط بعد الوقت الصلصة خلينا نجيب شوية المية بس عشان لما نيجي نحط المية نستنى بس لما اللحمة تتحمر عندنا كويس وبعدين نحط لها الصلصة والمية طيب احنا عندنا كده اللحمة تعصجت اهي بقى التمام هناخد الصلصة اللي عندنا وعلى فكرة يعني فكرة ان الاكل لما بيبقى اللايت بيبقى مش حلوة دي مش فكرة اطلبت انا في نازي من يومين كده اني اروح تحكيم في مسبقة اكل صحي بصراحة الستات ابدعوا بالاكل الصحي اللي هم عاملينه وطعموا كل طحفة كان فيه 14 ستة مشتركة يعني وكل ستة كانت مشتركة بطبقين يعني دقت 28 طبق تكيلوا 28 طبق كنت خرجت عشة بعديها فعملوا اكل حلو جدا حلويات وطبخ فبصراحة وكثير اتشجعت وهم طلبوا كمان انه البرنامج يبقى فيه وصفات كل حينة ومينة كده نعمل شوية حاجات خفيفة فالنهاردة كده دي اول حلقة بقى هنعملها يكون فيها شوية اكل خفيف عن اللي احنا متعاودين نعمله هنحط بقى الصلفة هنحط شوية مية وحنسيب وحنسيب الموضوع ده بقى كده ايه تعصج شوية كده والمكونات تدخل مع بعضها وبس هتخلص عندنا اللحمة المحرومة زي ما قلنا هنحط يا ريحان يا بقدونس احنا هنا عندنا شوية بقدونس كده نحطهم مع الوصفة بتاعاتنا بس هنستنى كده لما تتسبك شوية ده السوس هنطلع فاصل وهنرجع بعد الفاصل عشان نكمل معاكو بقية وصفتنا رشوفكو بعد الفاصل ان شاء الله اهلا وسهلا بيكم رجعنا لكم تاني بعد الفاصل دلوقتي خلاص اللحمة عندنا تمام سبكت وبقت ممتازة اهيه هناخد بقى دلوقتي بقدونس زي ما اتفقنا او رحان برضو بيبقى طعمه طحفة وهنحطه مع الصاص بتاعتنا صاص اللحمة المفهومة نحط شوية كده يعني مع علقتين كبار مثلا بيدوا طعم جميل قوي وناخد بقى البايركس بتاعنا ونبتدي نطبق الوصفة بتاعتنا الجبنة المبشورة اللايت دي على فكرة موجودة في كل السوبر ماركتات ما هيش حاجة مفقودة يعني ومش لازم تشادر يعني اي نوع جبنة من الجبن اللي احنا متعاودين نعملها هنلاقي منه لايت يعني مثلا لو تشادر لو موزاريلا بس مهم تكون لايت عشان نخفف من الطبق بتاعنا من الدسم اللي فيه وفي نفس الوقت مخسرناش طعم حالو طيب اول حاجة هنعملها بقى عايزين نحط بس انا بحب بحط دايما شوية كده تحت ممكن نحط لحمة ونحط بشمال المهم ان انا بحب دايما ما يبقاش المكون اللي عندي لازق في طاعة الطبق على طول هنحط البتنجان بتاعنا اللي احنا قلنا ان احنا شويناه على الشواية بزيت الزتون وهو على فكرة زي ما قلتلكو طعم الشوي بيدي نكهة جميلة جدا في الطبق هم تمام كده هناخد اللحمة بقى بتاعتنا هنخطها هنخطها وناخد كمان رصة بتنجان تانية هنخطها على الوش ممكن كمان لو تحبوا بتضيفوا فلفل اخضر معاها قوطة احنا حطينا فمش مضطرين نحط تاني بس ممكن تضيفوا فلفل اخضر معاها كمان بتبقى حلو قوي ممكن كمان بدل البتنجان بس يعني ما يكون هو بس بنقدر نحط خضار كتير مشوية يعني بنحط كوسة مشوية بنحط فلفل مشوي بنحط البتنجان المشوي يعني بنقدر نختار الخضار اللي احنا بنحبه كله ونحطه عليها بعد ما بنتهنه برضو بشوية زيت زتون ونشويه طيب هناخد دلوقتي البشامال اللايت بتاعنا بقى ونحطه على البتنجان المشوي هناخد تقريباً نص كوباية من الجبن اللايت المفضلة عندكم وهنحطها بس كده على الوش لو حسبنا كل واحد ممكن تطلع له قد ايه نصيبه من الجبنة دي هيطلع لكل واحد يمكن نص معلقة صغيرة او معلقة صغيرة بالكتير قوي من الجبنة بس خلاص حتى ماكملناش نص كباية ربع كباية بس اهو هناخدها بقى نحطها في الفرن احنا عدنا كل المكونات جاهزة احنا بس عايزين المكونات كده تركز مع بعضها والجبنة اللي على الوش تسيح والمكونات تتجانس هحطها في الفرن على درجة حرارة 200 لغاية ما زي ما قولنا تسيح الجبنة ويتحمر الوش هنطلع بقى دلوقتي فاصل وحنرجع بعد الفاصل عشان نعمل معاكم الشيز كيك وبردو لايت شوفكوا بعد الفاصل ان شاء الله اهلا وسهلا بكم رجعنا لكم تاني بعد الفاصل دلوقتي هنعمل الشيز كيك اللايت المخبوزة الوصفة دي علشان نعملها عايزين بسكوت هنجيب بسكوت اللي هو بسكوت الامح وده بيبقى فيه منه مكتوب عليه لايت وفيه منه عادي احنا هنجيب منه اللايت وعايزين منه كبايتين تقريبا وهنعوز كمان 3 كبايات من الجبنة القريش وعايزين 200 جرام من الجبنة الكريمي قليلة الدسم وعايزين نصف كباية لبنة برضو قليلة الدسم والحاجات دي كلها هنجابها من السوبر ماركت الصبح يعني هي موجودة في كل حتة عايزين 4 بيضات وعايزين معلقة صغيرة من لمون المبشور وعايزين فانيليا وعايزين معلقتين كبار دقيق وللوش اي نوع مربة انتو بتفضلوه يكون خالي من السكر بطبيعي يعني خالص مش متضفلو اي سكر طيب دلوقتي احنا عايزين علشان نعمل البسكوت بتاعنا قلنا ان احنا جبنا البسكوت الامح اللايت هناخده ونحطله بس معلقة زيت ومعلقة الزيت دي حخلت معاها تقريبا اربع معالق من المية السخنة عشان خاطر تمسك لي الخليط بتاعي فقادي عندنا ده طبعا اكتر من كبايتين قلينا نعمل بس كده هنحط معاهم معلقة زيت واحدة بس وهنحط معاهم اربع معالق تقريبا مية كبيرة ويفضل طبعا تكون سخنة علشان تدوب السكر بسرعة تدوب البسكوت بسرعة هنشوف يعني هنحط اربع معالق وهنشوف لو البسكوت مسك معانا ولا عايزين كمان شوية صغيرين ممكن نعوذ كمان معلقتين مثلا معا ان هو ابتدى يمسك بس انا شايف ان هو ممكن ياخد كمان معلقتين كده تمام يعني هطنا لها ست معالق مية ومعلقة واحدة بس من الزيت ادي اول حاجة احنا خففناها من القاعدة بتاعت البسكوت بتاعتنا احنا مفروض الكمية دي بنحط لها ميت جرام زبدة احنا نحط لناش زبدة خالص واستعملنا البسكوت زي ما قولنا لايت فبالتالي احنا قللنا كتير في القاعدة لوحدها لان سواء الشيز كيك على انها من قلز الحلويات بس هي طبعا مما لا شك فيه انها من قدسامهم نضغطها بس كويس تمام كده ممتازة طيب نيجي بقى دلوقتي على الحشوة بتاعتها اللي هي قلنا هناخد الجبنة كلها عايزين ناخدها نحطها الاول في العجانة ونقلبها شوية لغاية ما يتجنسوا مع بعض وبعدين هنبتزي نظيف بقية الحاجات اللي عندنا هنحط معاها اللبنة لبنة قليلة الدسم وهنحط المتين جرام جبنة كريمي لايت برضو وهنحط معاها بقية المكونات بعد ما بنخلطهم بس مع بعض شوية موسيقى موسيقى طيب كده الجمسة عندي اللي جبنا هضيت بس عليهم بس معلقة كبيرة واحدة من السكر معلقة يعني ممكن نحط معلقة ونص بس معلقة ونص سكر على كل الكمية دي لانا الشيس كيت ما بتبقاش مسكرة موسيقى ونبتدي بقى نظيف البقية المكونات اللي عندنا الفانيليا واربع بدات موسيقى معلقتين من الدقيق بس معلقتين بس خلينا نخلط الاول دول موسيقى ونحط معلقتين الدقيق دول طبعا اكتر كتير بس احنا عايزين معلقتين بس محط يا اما ببشور لمون يا اما ببشور برطقان زي ما بتحبوا انتو النكهة اللي انتو بتحبوها اتبان اكتر في التشيس كيت نتأكد انه كله اختلط مع بعضه موسيقى موسيقى تمام موسيقى خلص كده الخليط بتاع الشيس كيك عندي جهز دي بقى مش 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 شيس كيك على البارد دي تشيس كيك مخبوزة طبعا لان فيها بيض وانا مش ممكن اعمل وصفة حلويات فيها بيض ناية خالص موسيقى هناخد الخالطة اللي عندنا دي بقى ونحطها على البسكوت بتاعنا موسيقى على مية وتمانين لو لقيتوها يعني طرية قوي خلوها خمسة واربعين دي مش اكتر من كده ابدا وبس تطلع بقى من الفرن وتبرد بنحط لها اللي مربة زي ما قلنا اللي هي حسب النوع اللي احنا عايزينه واللي بتكون مربة طبعا لايت برضو علشان نبقى اخدنا الطعم الحلو بتاع الشيس كيك كله وفي نفس الوقت قللنا قد ما نقدر من الدسم اللي بيبقى موجود بس ما قللناش من الطعامة بتاع الوصفة هاخد دلوقتي بقى زي ما قلنا صانية الشيس كيك احطها في الفرن على درجة حرارة مية وتمانين خمسة واربعين دقيقة وبتطلع بنستنى لما تبرد بعدين نحطها في التلاجة دلوقتي بحطها في الفرن وحنطلع فاصل وبشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله اهلا وسهلا بكم رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ودي التشيس كيك بعد ما طبعا احنا عملينها من الاول طلعت من الفرن ودخلناها التلاجة وقعدت في التلاجة تاع اربع خمس ساعات مثلا بعدين حطينا لها فوق الفراولة المربة الفراولة الخفيفة اللايت اه ودلوقتي عايزين نشوف المساقعة بتاعتنا برضو خلصت احنا عملنا طبعا النهاردة تلات وصفات بس منهم وصفة دخلت جوه وصفة فبقوا بينين وصفتين بس هم تلاتة عشان اول سيجمنت عملنا البشامال وبعدين استعملناه في المساقعة متاعتنا اللي احنا عملناها كده نبقى خلصنا وصفاتنا للنهاردة عملنا النهاردة وصفات كلها خفيفة زريفة لطيفة طعمها حلو بس قللنا شوية من الدسم اللي فيها الشيز كيك كلنا بنحبها بس طبعا احنا عارفين قد ايه فيها دسم كتير عملناها النهاردة بطريقة بسيطة خالص وسهلة وفي نفس الوقت خفيفة جدا وحتحبوها ان شاء الله جربوها وعملنا كمان المساقعة اللايت دي بقى اكتر حاجة انا بقى مبسوطة منها لانها فعلا خفيفة وطعمها جميل جدا كلنا بنحب المساقعة بس زي ما قلتلكم احنا حطينا البتنجان شويناه بشوية زيت زيتون وطعم الشوي هيديها نكهة جميلة جدا جدا جوا المساقعة والبشامال عملناها لايت حطيته في الخلاط وضربته مع اللبن وزي ما قلنا اللي مش حاب بفكرة الفكرة دي ممكن قبل ما يحطه في الخلاط يحمصه شوية في الطاصة من غير حاجة خالص بس لغاية ملونه يصفر شوية كده وبعدين يحطه في الخلاط ويكمل الوصف عادي بعد ما خلص البشامال كله حطيتله يدوب معلقة صغيرة بس من الزبدة وكمان ممكن نستغنى عنها واللبن طبعا كان خالي لدسم فالوصفة دي خفيفة جدا وطعمها حلوة قوي بتمنى برضو تجربوها الجبنة اللي على الوش دي جبنة شادر لايت برضو بتمنى تكون وصفاتنا النهاردة عجبتكم بشوفكم ان شاء الله بكرة في حلقة جديدة ووصفات جديدة وافكار جديدة ان شاء الله باي باي موسيقى موسيقى